السؤال دلوقتي منتخبنا محتاج ايه؟ يعني خلاص هو على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري الناس شغالة لكن على المستوى الجماهيري ماذا يحتاجه منتخب مصر؟ مش ماذا يحتاجه حسام حسن يعني حفظ الألقاب الكابتن حسام حسن هو الحقيقة السؤال الأهم ما يحتاجه منتخب مصر لأن هذا منتخب بلد منتخب بلدنا الحبيبة مصر ما يحتاجه منتخب مصر الفترة الجاية بدون أي شك محتاج مساندة جماهيرية كبيرة جدا طيب المساندة الجماهيرية الكبيرة جدا دي ليه؟ علشان اللغة اللي حصل من خلال القايمة اللي يمكن قايمة الاختيارات والجدل اللي رايح اللي عيب ييجي اللي عيب يخش اللي عيب يخرج وده كابتن حسام ظلم دوت وكابتن حسام جامل دوت الحقيقة احنا مش محتاجين أو منتخب مصر مش محتاج هذا الجدل منتخب مصر محتاج سوفورت كويس قوي يعني مساندة قوية جدا جدا من السوشيال ميديا محتاج أن أنت كمان تدعم لعبتك الموجودة في المنتخب أين كان أسماء اللعيبة؟ أين كان أسماء اللعيبة؟ ما بقولش الوقت ده لعب الأهلي والزمالك أو ده لعب بيراميدز أو ده لعب المصري لا خلاص هو لعب منتخب مصر أي لاعب موجود في منتخب مصر في القايمة هو لاعب منتخب مصر وينتمي إلى مصر ولا ينتمي إلى أندية لما ييجي بعد الأجندة الدولية ويعلعت شرط المنتخب يأخلص ينتمي إلى النادي بتاعه لكن طالما دلوقتي موجود تحت راية المنتخب فهو لعيب مصري فأي لعيب مصري محتاج مساندة وحتى على جميع الانتماءات أنا بأتكلمش خلاص الانتماء الأول دلوقتي هو لمنتخب مصري وتاني مش هقول لكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن قام كبيرة جدا كلنا سوفورت لي كمدرب مصري موجود على رأس الإدارة الفنية وكم من إنجازات تمت لمنتخب مصر عن طريق مدرب وطني متفائلين أو متفائلين عندنا بعض الانتقادات في اللاعبين وارد جدا ومطلوب جدا ولكن الأكثر طلبا والأهم في هذه المرحلة هي عملية الدعم الدعم بتيجي إزاي؟ الدعم بتيجي من خلال النشر الأخبار الإيجابية إن احنا إن شاء الله منتخب مصر منتخب كبير عندنا ثقة في لعبتنا ده مهم جدا جدا إنك تبعد رسالة ثقة للعابين عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في الإدارة الفنية لمنتخب مصر عندنا ثقة كبيرة جدا إن احنا هنروح كاس العالم دي كلها إشارات إيجابية تدي اللعيبة دافع كويس قوي بعيدا عن اللعيب ده هو إيه اللي مودي إكس من اللعيبة ده ما لعبش ولا ماتش دولة هو إيه اللي موديه ده مش هيفيد دلوقتي ده مش هيفيد دلوقتي اللي هيفيد دلوقتي إن أي لعب موجود إن احنا سوبرت ليه إن شاء الله كل التوفيق بأتكلم حتى على اللعيبة اللي تم اقتراد الشامي مثلا الناس بتهاجم الشامي هتستفيد بإيه ممكن جدا وارد جدا إن الشامي يكون عنده جزء من المباراة ينزل فيها لو هو عنده هذا الدعم والسوبرت من جماهيرنا هينزل عنده ثقة في نفسه لكن تخيل أنت الناس بتكلم أوه الشامي طب ما هو ما عملش حاجة أو إيه خبراته الدولية أو 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 الرسائل دي ممكن توصل للعيب وبالتالي حتى لو فيه احتياج ليه في وقت من الوقات هيهتز نفسيا وده مش مطلوب الحقيقة خلي دوت لبعدين خلي دايما الحساب للآخر إحنا بلاش عملية الحساب الفوري دوت أو تطلع كده رشدته وتوصف لها ده الكلام ده مش هينفع لازم تخذ اللعيب ده على حساب اللعيب دوت الكلام ده الحقيقة مش مطلوب وإحنا كلنا في ظهر منتخبنا كلنا في ظهر منتخب مصر كلنا سند ومسندة كبيرة جدا ليه الكابتن حسام حسن وإدارته الفنية والجهاز المعاون ليه لإن دوت منتخب مصر ده منتخب مصر فده واجبنا ده دورنا نحن نعمل سوبورت كبير قوي وخلي إن شاء الله كل التوفيق لكابتن حسام إن شاء الله بإذن الله نوصل كاس العالم بإذن الله ويكون إن شاء الله بإذن الله خطوة جيدة جدا جدا في تثبيت الثقة في إدارتنا الفنية لقدر الله ما حصلش نصيب ممكن بقى نقعد بعد بعد كده لأ ده كابتن حسام غلت في كذا كان اختياراته أفضل في كذا لكن دلوقتي الحقيقة وده اللي بتبعثه شاشة قناة النادي الآلي من خلال برنامج المحترف وكل إن شاء الله التوفيق في ماتشين مهمين جدا ماتشين بإذن الله كسبت الماتشين دول حيبقى عندك نسبة كبيرة إن شاء الله في الوصول لكاس العالم ممرات بوركينا فاسو هنتكلم عليها مع ضيوفنا القبار كمان غينيا بيساو خلي بالك غينيا بيساو من الفرق الغلسة بتلعب بره أرضك أجواء مختلفة شوية